شارك مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية اليوم في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصلياتها العامة في مشهد والمنعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وقد صدر عن مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي بيان أدان الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في طهران ومشهد والتي تشكل خرقا واضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية ويفرض الحصانة والاحترام للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أي دولة بوضوح ملزم للجميع وأكد البيان أن هذه الاعتداءات تتنافى مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى تعزيز الثقة وتشجيع العلاقات الودية والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول الأعضاء وحل النزاعات بالطرق السلمية وصون الأمن والسلم والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودان البيان تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ومنها مملكة البحرين واليمن وسوريا ودعمها للإرهاب كما أعرب المجلس عن رفضه وإدانته للتصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية معتبرا ذلك تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية بما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية التي تدعو إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وخاصة تلك التي تندرج ضمن التشريعات الداخلية وأعرب المجلس عن دعمه وتأييده الكامل لجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأي كان مصدره أو أهدافه وأيد المجلس الإجراءات الشرعية والقانونية التي تتخذها المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات على بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في إيران مؤكدا على البيانات الصادرة على الدول الأعضاء وغير الأعضاء ومجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمات الإقليمية والدولية التي دانت واستنكرت بشدة الاعتداءات على سفارة وقنصلية المملكة العربية السعودية وطالب مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي بالعمل على نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين كما طالب جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلا على البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى إيران ترجمة نانسي قنقر